كلمة مسيحي أو مسيحيين أصلاً كانت بتستعمل كنوع من الإهانة والإصدراء والتحقير فلما جاء الإسلام وعلمنا حسن الخلق وعلمنا أن نتعامل مع الناس بالحسنة تجنب القرآن الكريم وتجنب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام استعمال هذه اللفظة لأنها لفظة فيها نوع تحقير وإصدراء فما بقاش بيسميهم مسيحيين وأصبح بيسميهم نصارى طبعاً كلمة مسيحيين بعد كده مع مرور الزمان خلاص المعنى السلبي اللي فيها ده ما بقاش موجود وبقوا هم بيستعملوها كنوع من التعريف بأنفسهم وأصبحوا على مستوى العالم كله بيقولوا إحنا اسمنا مسيحيين بالذمة والنبي هل رأيتم النبل يا مسيحيين؟ وأخيراً وبعد أكثر من 1400 عاماً وجد المسلمون حدثاً تاريخياً وقع بين المسيحيين والوثنيين في القرن الأول ميلادي متعلق بتسمية مسيحيين التي أطلقت على التلميذ يحاول المسلمون اليوم استغلاله والاستفادة منه بتركيب الأحداث على بعضها البعض من زمانين مختلفين وذلك للتبرير كلمة نصارى في القرآن والمقصود منها المسيحيين مستغلين الشتيمة من جهة وعادة تغيير الأسماء عند نبي الإسلام من جهة ثانية متوهمين بأنهم خرجوا من ورطتهم مثل الشعرة من العجين ومعتقدين بأنهم قطعوا الطريق على المسيحيين قد يكون نبي الإسلام نفسه لم يعرف بقصة شتم المسيحيين بمسيحهم ولكن بجميع الأحوال أنت محق فإن ورطتكم كبيرة جدا وتحتاج إلى فتوى من هذا القبيل تقصد أن الآية القرآنية التي تقول وقالت النصارى أن المسيح ابن الله هي ليست خطأا في الأشخاص والألفاظ والمعاني بل أن السبب يعود إلى القرن الأول ميلادي في زمن الاضطهاد عندما كانت تسمية المسيحيين تستعمل كشتيمة من قبل غير المؤمنين هذه كذبة تدل على سوء الخلق وليس حسنها لأنه بين زمن الشتيمة وزمن محمد أكثر من ستة مائة عام وكان زمن الشتيمة قد ول زمن الشتيمة انتهى قبل الإسلام بقرون وليس بعد في زمن الإسلام لم تكن تسمية مسيحيين لا تزال تستعمل كشتيمة لا بل أصبحت تستعمل بافتخار واعتزاز أكبر وأكثر من قبل وأصبحت مقدولة من الأمم فكيف تقول أنه بزمن محمد والقرآن كانت شتيمة اضطرا لتجنبها واستعمال غيرها من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة في زمن الشتيمة كان المسيحيون يؤمنون وينادون ويبشرون بيسوع كمسيح وعلى هذا الأساس دعي مسيحيين وأنت تريد إقناعنا بأن نبي الإسلام وبعد أكثر من ستمائة سنة يأتي لينقض أساس إيمان المسيحيين وعقيدتهم وديانتهم وينكر عليهم مسيحيتهم وكل ذلك من باب النبل تجنبا للشتيمة من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة في زمن الشتيمة الشتيمة نفسها لم تستطع إحباط المسيحيين ولم تجعلهم يتخلون لا عن المسيح ولا عن اسمه وأنت تريد إقناعنا بأن نبي الإسلام وبعد أكثر من ستمائة سنة يأتي ليخليهم ويجردهم من مسيحيتهم وكل ذلك من باب النبل تجنبا للشتيمة من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة في زمن الشتيمة لم يكن المسيحيون يهتمون لاستعمال الغير اسمهم كشتيمة لا بل كانوا يعرفون أنفسهم كمسيحيين ويجاهرون ويتباهون ويتفخرون ويحاربون ويقتلون من أجل اسم المسيح وأنت تريد إقناعنا بأن نبي الإسلام وبعد أكثر من ستمائة سنة يأتي ليخجل عوضا عنهم ويراعي مشاعرهم وكل ذلك من باب النبل تجنبا للشتيمة من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة في زمن الشتيمة كانوا يرسلون بعضهم البعض ويقوون بعضهم البعض ضد مضطهد اسم المسيح أترس الرسول في رسالته لولا الإصحاح أربع الآية ستة عشر حيث يقول ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد لها من هذا القبيل وأيضا بولوس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورينتوس الإصحاح الثاني عشر الآية العاشرة حيث يقول لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي إذا كان المسيحيون أنفسهم تقو على الشتيمة ولم يتجنبوها فلماذا نبي الإسلام وبعد أكثر من ستمائة سنة يشعر بها ويتجنبها ويقطع ذكرها من قرآنه وكل ذلك من باب النبل تجنبا للشتيمة من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة وعلى فرض إن استعمال اسم المسيح كشتيمة كان في زمانه فهو كان يفترض به أن يصحح المفاهيم ويعطي المسيح واسمه قيمتهما وأهميتهما وليس المسأبقة عليها كشتيمة وليس تغييرها واستبدالها من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة وإلا لكان عليه أن يغير اسمه وأسماء كثيرة متعلقة به قبل أن يغير أسماء الآخرين بدلا من قتل شاتميها ولو كل اسم شتم علينا تغييره فلن ننتهي يبدو أن صاحب الدعاء تسمية المسيحيين بالنصارى كانت من باب حسن الخلق نسي نفسه أنه مسلم نسي أنه من أكثر الناس عرضة للسب والشتم والإهانة في نبيه وإلهه وإسلامه وقرآنه نسي أن هناك أشخاص لا أريد ذكر اسمهم يفتخرون بعيوبهم وعارهم أشخاص عزهم في فزيهم نسي أن المسلمون اليوم هم أكثر من يحتاجون إلى تغيير اسمهم ومع ذلك فهم يفتخرون به ولا يخجلون والآن يستعرون بالمسيح واسمه ويتنزهون ويترفعون عنه لأن غير المؤمنين يرونه مصدر عار لأن غير المؤمنين قالوا لهم لا لا تحملوا اسمه فهذا كذا وكذا وكذا هذا ابن ستين في سبعين فقط لأن غير المؤمنين والكارهين استعملوا اسم المسيح كمسبة وشتيمة ثم يقولون نحن نؤمن بالمسيح يؤمنون به ويخجلون من اسمه يؤمنون به ويكفرون باسمه كل ما شتموا به ويريدون جرجرة المسيحيين معهم إلى هذا الخجل والكفر ونعم الإيمان الإسلام علمكم حسن الخلق مع المسيحيين بعدم تسميتهم بالمسيحيين وهل نبيه كان عنده خلق عندما ذكرهم بعبارة كفر الذين قالوا وكفر الذين فعلوا بدلا من الله يهديهم وهل نبيه كان عنده خلق عندما علمكم بالمقابل أن الله لا يهدي القوم الكافرين وهل نبيه كان عنده خلق عندما وصفهم بالذين كما لو أنه يخاطبهم بعبارة يا أولاد الذين في الأصل كلمة مسيح ليست مسبة واسم المسيح ليس مسبة إنما غير المؤمنين به هم الذين استعملوها كما سبب كما أن غير المؤمنين بوجود إله خالق استعملوا اسمه كما سبب وكما أن غير المؤمنين بمحمد وإسلامه وإلهه استعملوا هذه الأسماء كما سبب ومع ذلك فإن هذا لم يجعلكم تستعرون وتتخلون عن هذه التسميات فلماذا الآن مستعرين باسم المسيح فقط لأن غير المؤمنين به استعملوه كما سبب وتطالبون المسيحيين بالخجل والتعالي على اسم المسيح ليس لأنها مسبة بل لأنكم متورطين بكلمة نصارى في القرآن كون النصارى ليسوا مسيحيين والمسيحيين ليسوا نصارى فرأيتم أن كلمة ناصري أو نصراني أفضل لأنها تبعدنا عن المسيح واسمه وعاره طبعا بنظركم هل رأيتم النبل؟ ونعم الإمام لا يعزيزي هو لم يستعمل كلمة نصارى من أجل تجنب الشتيمة ومن باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة بل بسبب الالتباس والخطأ في الأشخاص والألفاظ والمعاني نبي الإسلام لم يغير اسم المسيحيين إلى نصارى هو فقط نسب للنصارى ما هو للمسيحيين ومع العلم أنه كان يعرف أن اسمهم مسيحيين إلا أنه اعتقد أن المسيحيين هم أيضا نصارى ينسبون أنفسهم منظورا إلى المسيح وعندما قال نصارى لم يكن حبا بهم وليس تجنبا لشتمهم وليس من داب حسن الخلق والتعامل بالحسنة لا بل بالعكس فالنصارى بنظره كفار ومشركين وذميين نبي الإسلام غير اسم المسيحيين تغييرا آخرا لدلالاته ولمواقف شخصية إيمانية هو لم يكن يغير فقط الأسماء العامة إنما أيضا الأسماء العلم الشخصية لذلك هو فعلا كانت عنده عادة تغيير الأسماء فهو لم يترك اسما وكنية لم يغيرها وذلك حسب دلالة الاسم وموقفه من الشخص نفسه حامل الاسم فقد بدأ بتغيير أسماء المسلمين العواري كون الأسماء العواري لم توضع على المسميات لصفاتها بل للدلالة على أشخاصها أما بالنسبة لغير المؤمنين بالإسلام ونبيه أي الكفار المشركين فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها والله يغضب من تسميتهم بذلك نبي الإسلام فعلا غير تسمية المسيحيين ولكن ليس من الشتيمة إلى الأرق بل من الشتيمة إلى الأشتم وليس من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة إنما من باب الذنب فهو غير اسمهم من المسيحيين إلى الكفار والذين كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم المائدة سبع عشر واثنين وسبعين الذين نكرة غير معرفين من جهة وأولاد الذين من جهة ثانية غير اسمهم من المسيحيين إلى أهل الكتاب المشركين قل يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا لها ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون آل عمران أربعا وستين غير اسمهم من المسيحيين إلى الأنجاس إنما المشركون نجس التوبة ثمانية وعشرين وهذا أيضا دليل على أنه لم يستعمل كلمة نصارى من أجل تجنب الشتينة ومن باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة بل بسبب الالتباس والخطأ في الأشخاص والألفاظ والمعاني المسيح عليه السلام ولد في مدينة الناصرة فلو أنت معتقد أو متصور أن كلمة نصارى دي كلمة فيها تنقيص بالعكس ده كلمة نصرانية أو نصراني لها معنى أرقى وأكبر لأن الحضرتك ممكن تكون ما تعرفوش أن كلمة مسيحي أو مسيحيين أصلا كانت بتستعمل كنوع من الإهانة والإزدراء والتحقير تخيل بقى تخيل بقى إن الشيء الأولى اللي حضرتك ما تعرفوش هو أن عليه السلام ولد في بيت لحم وليس في الناصرة هو نشأ وترعرع في الناصرة حتى دعي ناصريا والشيء الثاني اللي حضرتك ما تعرفوش هو اللهوت المسيحي فالمسلم مهما بلغ من العلم ومهما على فهو يبقى عاميا ومدعيا ولا يفقه إلا بالإسلام وحده فقط كلمة الناصرة التي اشتق منها عبارة يسوع الناصري وعبارة شيعة الناصريين وبالتالي كلمة النصراني والنصارى بالمفهوم المسيحي ليس لها أي معنى راقم لا بل بالعكس لأن الناصرة تقع في الجليل والجليل في ذلك الزمان كان جليل الأمم أي خليط من يهود ووثنيين لذلك كان اليهود يقولون لا يخرج صالح من الناصرة وما هي أصلا أهمية الانتساب إلى مكان أو منطقة نشأ وترعرع فيها حتى دعي باسمها كلمة ناصري أو نصراني ليس لها أي قيمة أو تأثير أو مفعول إيماني بالمفهوم المسيحي بينما نجد كلمة المسيح بالنسبة للمسيحيين تدل على لهوت المسيح وهي التي كانوا يبشرون بها ولم يبشروا لا بالناصري ولا بالمصراني لذلك كلمة المسيح التي يحملونها وينتسبون لها هي الكلمة الأرقى بنظر المسيحيين وبالإيمان المسيحي لأنها كلمة لهوتية وليست أرضية مكانية وهي كانت ولا زالت أساس وقاعدة الإيمان المسيحي فأنتم تحاولون هد أسس المسيحية لحل مشكلتكم على حسابها فماذا أنتم فاعلون؟ من باب العلم لا أكثر فإن عبارة يسوع الناصري ليس لها أي معنى سلبي سوى تاريخيا لاختلاط اليهود مع الوثنيين لا أكثر أما عبارة يسوع المسيح فأيضا ليس لها أي معنى سلبي سوى بنظر غير المؤمنين فقط فمن فضلكم لا تستشرفوا على حسابنا ولا تعطونا دروسا بمسيحيتنا بل اهتموا بإسلامكم فقط والشيء الثالث لحضرتك ما تعرفوش هو أن نبي الإسلام ولا مرة دعاهم أو خطبهم باسمهم كمسيحيين علما أن الإسم كان منتشرا هو فعلا تجنب تسميتهم بالمسيحيين ولكن ليس لأنها شتيمة وليس من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة وهل يعقل أن يكون حسن الخلق والتعامل بالحسنة هو تسميتهم باسم غيرهم باسم خصمهم بدلا من التأكيد على حسن اسم المسيح وهل يعقل أن يكون حسن الخلق والتعامل بالحسنة بتسمية المسيحيين باسم ينسب له الكفر والشرك وبعبارة تزمهم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤثقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إلها إلا هو سبحانه عما يشركون التوبة ثلاثون وواحد وثلاثون وهل ترى في كل هذا التكفير والذن تجنبا للشتيمة وحسن خلق وتعاملا بالحسنة وهل الكلام عندكم بدون جمرك نبي الإسلام تجنب تسميتهم بالمسيحيين لأنها تنسبهم للمسيح وتشرفهم وتزكيهم بالمسيح وهو لا يريد ذلك لا تزك أنفسكم وأيضا تجنب تسميتهم بالمسيحيين من باب آخر وهو أسلمت المسيح وبالتالي فإن المسيحيون الذين كفروا بمحمد ورفضوا الإيمان به إذ أردوا أن يكونوا مسيحيين عليهم أن يؤمنوا بأن مسيحهم كان مسلما يتنبأ ويبشر بمحمد ويتبع محمد وبالتالي عليهم أن يكونوا كمسيحهم مسلمين ويشهدوا بأن لا إله لا الله وأن محمد رسول الله وإمامهم وإمام مسيحهم أما المسلمون اليوم يتجنبون الالتباس والخطأ في الأشخاص والألفاظ والمعاني بكلمة نصارى الواردة في القرآن والمنسوبة إلى المسيحيين وذلك عن طريق الادعاء بأنها كانت تجنبا للشتيمة من باب حسن الخلق والتعامل بالحسنة بعدما اكتشفوا بأن كلمة نصارى هي من جملة الكلمات التي أثبتت بشرية القرآن وأسقطت عنه صفة الألوهية والشيء الرابع لحضرتك ما تعرفوش هو أنكم لستم فقط مرقعون إنما أيضا عميون ومدعون وجهلكم يفضحوا كذبكم المشكلة هي أنكم لا تريدون تسمية المسيحيون بالمسيحيين لأنكم تعرفون قيمة المسيح ولكن عندما يزدري أحد اسم المسيحي تتعاملون معه بكل استخفاف واستهانة لعدم وجود أي معنى لهوتي له في الإسلام أو على الأقل لعدم وجود أي قيمة نبوية وتبشيرية لذلك نسمعكم تتهكمون أكثر من غيركم معتقدين بأنكم لم تقولوا شيئا فتوى المشاعر وحسن الخلق هي ليست سوى كذبة يسهل على المسلمين تصديقها لأنهم يجهلون التاريخ المسيحي ولا يراجعون من ورائكم بصراحة أنتم لا تتمتعون لا بحسن الخلق ولا حتى بصدق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر